بطارية يامعل كلهم بتقاتل ع البطارية كلهم بتقاتل ع البطارية و بروح بقول لك بطاريتنا اقوى بطارية وبطارية الايفون 3000 و 4000 و 3500 اقوى من ال 5000 و بال 5000 بقول بطاريتنا اقوى من الل architect 6000 و كلهم الان اكتبوا ان اللي بطاريتنا اقوى المنافسة قوية جدا و هذه المنافسة اليوم ايفون خمستاعشFL خمستاش ايفون خمستاش. كديش معدل تحديس الشاشة? كديش? ستين. تدفع تمانمية دولار زي الاسد وبتاخد معدل تحديس ستين. بتجي تاخد خمستاش بلاس. كديش معدل التحديس? ستين. المية وعشرين للبرو ماكس والبرو. تصور تدفع تمانمية. تدفع تسعمين دولار عشان تجيب معدل تحديس ستين. طبعا ما بتفرجش مع اي واحد يعني انت متعود عالستين طول حياتك. عادي هتظلك متعود على الهبل كله هذا. لو استخدمت المية وعشرين او التسعين ورجعت للستين هتقول وين? وين انا كنت على المية وعشرين وجيت على ستين لن اقبل لن اقبل. وهدي قبل. قبل الهبل. خلينا الان نيجي نشوف التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ايهاب الصرفاندي من قناتي هابتي في كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين. جماعة قبل خلونا اشرك. اليوم في عنا موضوع البطارية بيكون عنا معدل تحديس البطارية ستين ومية وعشرين. والاجهزة الاقتصادية ممكن تكون ستين او تكون ستين وتسعين. اليوم الاجهزة اغلبها اغلب الاجهزة اللي احنا بنملكها ممكن تكون كمان اجهزة من الاجهزة المتوسطة الدنيا او العليا وكل الاجهزة كل الاجهزة حتى اللي في الهكشب ستين ومية وعشرين صح? احنا بنعرف ان كلما زادت تردد الشاشة بيزيد استهلاك الطافة. اليوم في عنا الاجهزة الموجودة معنا هذة اللي بتكون ستين ومية وعشرين هنخلي معدل تردد الشاشة اللي في النص التسعين. التسعين هادا هنجيبه علشان نوفر بطارية. نجيب لك اياه تسعين يا باشا وكمان هحط لك اياه في شاشة القفل لما تكون قافل الشاشة وفي السكون كمان يصير تلاتين. اتصور كمان يصير تلاتين لما جيك لش عارة تلاقيه مكتوب فوق تلاتين. وخلينا نجي نشوف التفاصيل. لا تستدعم الفيديو باللايك. الى هناك يا حباية. ورجعنا لكم الجديد صلوا على سيدنا محمد الله ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد زي ما انتم شايفين هاد الجهاز الموجود معنا هاي معدل تحديس الشاشة تسعين صح? هاد الجهاز الريدمي نوت اطناعش برو. جهاز ممتاز ورائع من معالجه. دايمن سيتي الف وتمانين هو البرو بلاس نفس المعالج معالج ممتاز في هذه الفئة. لو اجينا على الجهاز اللي موجود معنا هنلاحظ انه هنا على الاعدادات وعلى الشاشة وبعد الشاشة فيه المعدل التحديس او معدل الشاشة مية وعشرين. ايو. وستين. لاحظ ان انا لما ابدأ حوله ستين. اكم صار? صار ستين. حوله للمية وعشرين تسعين. يعني انا سبتت معدل التحديس لتسعين. حتى لو اجيت حولت معدل التحديس للمية وعشرين. هتلاقي اصبح تسعين. يعني مش هنطلع عن التسعين. يا ستين. يا تسعين. يا اما كمان تلاتين. لما يكون في وضع السكون. هكون معنا كمان يعطيك معدل تحديس تلاتين. يعني تلاتين ستين تسعين. يعني حاجة لوز هيحافظ على البطارية بدل المية وعشرين. وتصبح البطارية تكون معنا وقت اكتر. هذا الكلام هننفذع موبايلاتنا. خلينا الان نبدأ على بركة الله نجيب جهاز اخر. وجبنا جهاز جديد جهاز شاومي اتناعش. شاومي اتناعش نيجي الان على اول شغلة عشان احنا نشاهد الموضوع امامنا. هنيجي على الادادات وحول الهاتف واصدار ام اي اي اي. نضغط عليه عدة نقرات لعن تمنى نقرات. المهم لما يكتب لي لقد اصبحت الان مطور اه برامج. رجعة واحدة الى الخلف. وبعدين هنيجي على الاعدادات الاضافية. بعد الاعدادات الاضافية خيارات المطور. اظهار معدل اعادة التحميل. نفعلها عشان يعطينا هنا معدل التحديس. بعدين نطلع. ونيجي ايضا على الاعدادات. ونيجي على الشاشة. ونيجي هنا على معدل التحديس. نفعل المعدل التحديس المية وعشرين. وهي أصبح لدينا معدل التحديث 120 الآن هنيجي على جوجل بلاي وننزل تطبيق الست ايدت ونقول له تثبيت يا ست ايدت يا حبيبنا اللزم فتح متابعة حسنا اوكي وهنيجي على اد نيو سيتنج ونكتب هذه الجملة بي اتش تيرمل شرطة سفلية بعدين عنا ليمت شرطة سفلية ريفرش اكتب لكي على الشاشة شرطة سفلية ايضا ريت تمام اذا تيرمل ريفرش ريت وهنيجي الان بعد ما نكتبها زي ما انت شايف امامك ونيجي نقول له وبعدين نيجي هنا نكتب تسعين نقول له مباشرة اصبح تسعين صار عندك الان معدل التحديث بدل المية وعشرين قديش تسعين طبعا هيتحول الان يعني كمان يصير كمان ستين وعلى حسب التطبيق اللي انت بتفتحه لو فتحنا اليوتيوب نجرب اليوتيوب هيو اعطانا جديش هيو ستين على حسب التطبيق مسلا التليجرام التليجرام هيو تسعين يعني مش هيخرج عن التسعين لو بدك الان بعد ما انت تعمل هذا الكلام كله تطلع من كل الكلام وتخليه يدعم مية وعشرين بتشيل الكلام اللي انت حطيته يعني بدنا نيجي الان على تطبيق ونيجي على تيرمل هيا هيا تيرمل لمت فريش ريت هنيجي نقول له هنا دليت محناها اصبح لدينا مية وعشرين مباشرة يمعلم بدون اي مشكلة وبهيك بقدر اقول لك امور كلوز وفوق اللوز نلتقي فيه جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام